طب قبل كده ما كنش بنحيل عالم أصلا إنما توصل للجتيمة؟ لأ بقى أنا أحمد فؤاد من تيت راديو دوت كوم وهنتكلم النهاردة عن ماتش الزمالك وإنبي بما أن زمالكاوي روحت ماتش الزمالك والأهلي لأ آسف ماتش الزمالك وإنبي في نهاية كاف أصل جمهور الأهلي حضرت ماتش نيابة عن جمهور إنبي الافتراضي المهم جمهور الزمالك مال المدرجات وجمهور الأهلي كانوا بتاع 6000 واحد مالوا مدرجات إنبي وفضلوا يشتموا في جمهور الزمالك ولعبتوا طول الماتش قبل الماتش ما يبتدي أعلم من المزيع الدخل لإستاد إن نشيط الوطني هتعزب قمتوا قفت عشان أسمع النشيط الوطني ما سمعت نشعك رغم إن كنت قاعد في الدرجة الأولى بس كل اللي سمعتوا اشتمت الأهلوية للزمالكوية ورد الزمالكوية عليك قلت الواحد قدامي كان بشتم لضمين يا جدعان اهدو بالنشيد الوطني رد عليك وضم النشيد الوطني قلت له مصر قلت له مصر قلت له مصر وفضل جمهور الفرقتين يشتموا ويوجه وقت الدقيق أحداد على روح الكابتن عبدو صالح الوحش قلت أكيد أكيد هايسكوته أصل المصريين بيحتربوا الموت قوي ويفضلوا يعياته ويصواته لما حد يموت حتى لو ما يعرفهوش لما يعرف باسم لما عدده وفعلا جمهور سكة وأمواقه بس مافيش عشر ثواني ورق واحد رافع الطابلة اللي في ايده وقايل زمالك زمالك رد بجمهور وراه ثم الأهل وبدأ جمهور الأهلي هو كمان يرد عليه ويغم أنه عدده صالح الوحش ده أهلاوي وابتدى المجر جمهور الأهلي فدر يشجع إنبي وكأن الأهلي ما يخدش بطولة قبل كده والزمالك لو خد البطولة دي هيكسر معنامات العادة وبدو اجتموه بعنصرية بمفتطعة النظير وبالذات معشي كبان وكان رد الزمالكوية أنه مشتموا كل لعيبة الأهلي تقريبه بصراح حقهم بس ميزان بحد أن أمه تذكرت مستاذ القاهرة بطريقة دي أيام كاس الأمم اللي فاتت إبراهيم كان متضايق من المصريين عشان مش بيقفوا حطين إيديهم على صدرهم ولا حافزين النشريد الوطني ابست يا عم إبراهيم أهو المصريين بطلوا يسمعوا النشريد الوطني أصلا وبقى كل اللي حافزينه بكثمين